أنا برحب الكابتن الكبير جدا خالق جدالة عشان يتكلم معاه في كل ما يخص النادي الأهلي والسحر دي أهلا بك يا كابتن أهلا بك يا سيهام وأهلا بك يا كابتن منعورنا يا كابتن ومشرفنا في البيت الكبير وحضرتك دايما قيمة وقامة كبيرة بنستفيد بحضرتك أهلا خليك يا كابتن أهلا يا كابتن وصعداء بوجود حضرتك معنا في ظروف أنا شايفها ظروف محتاجين وجمهير النادي الأهلي محتاجة تسمع رأي مختلف ووجهة نظر مختلفة لإن شاء الله المشوار النادي الأهلي الفترة اللي جاية أهلا حبدأ مع حضرتك بأرعة كاس العالم للأندية لأقومة النهاردة حضرتك تبعتها إزاي وشفت يعني مباراة النادي الأهلي اللي بتتحية أمام ضحيل القطر والله الأرعة الحمد لله يعني الأرعة جت بشكل كويس مناسب والمفروض نحن ما نفكرش يعني وكل فرقة جمت يعني كل فرقة اللي هتبقى موجودة هتبقى على مستوى عالي والنادي الأهلي طبعا فريق قوي وفريق كبير هو المهم دلوقتي إن احنا لازم ندرس فرقة الدحيل بشكل كويس جدا 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 يعني الجهاز الفني يبتدي من دلوقتي طبعا هو بيفصل إحنا عندنا ماتش في الدورة مع المقولين دي حاجة ده الشغل الفني اللي دخل الملعب ولكن من دلوقتي فيه شغل تاني الجهاز الفني بيدرس فرقة الدحيل ويشوف مواطن القوة والضعف إمكانيات اللعيبة من المفاتيح اللاعب مين اللعيبة الكويسة اللي عندهم لأن سيستم اللعب والتعنادي الأهلي لازم حيختلف يعني اللي احنا بنشوف الدوري مش هينفع نشوفه بنفس الإسلوب في المباراة بتاعت كاس العالم الأهلي فلازم السيناريوهات دلوقتي تبتدي تتحضر دراسة الفريق المنافس بشكل كويس جدا 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 لأنه برضو الدحيل بيلعب عن ملعبه في وسط بلده طبيعي التحكيم يعني التحكيم برضو حيكون موجود عارف إن الدولة المضيفة البلد المضيفة ممكن يعني مش تشكت بكاملة موارد طعيح نخلي أي حاجة مزبوط خارجية تأثر علينا جهاز الفني لازم يبتدي شغل كويس جدا فرجة كويس جدا تقييم الفريق الدحيل بشكل كويس جدا مواطن القوى الضعف إمكانيات اللعيبة إزاي إحنا نستثمر النقاط الضعف اللي موجودة هناك يعني بيتحط بشكل عام الخطوط العريضة وبعد ما نخلص بإذن الله مبارات المقاولين يبتدي بقى الشغل الفني داخل الملعب والتجهيز بإذن الله لأن دي طبعا دي بطولة مش تقرر